خصوصاً اللي بيعملوا رجيم خصوصاً اللي بيعملوا عمليات تكميم معدى خصوصاً اللي بيقوموا مرة واحدة نزلين عشرين تلاتين كيلو بيبان التجعيد بقى في الشم هيقع إبقى احنا في حاجة اسمها جلد بيقع أو جلد بيسقط فيلاقوا دايماً القاعدة اللي أنا بقولها إن زاوية البقى دي بدل ما هي بصة كده هتلاقوها بصة لتحت فالدنيا سقطت اتهدلت الرقبة مش بالمنظر اللي أنا بقوله بس الدنيا تغيرت خالص يعني واحدة اللي كانت 18 سنة ولا 20 سنة عمرها ما كان حتفكر تروح لتكتور تجميل أو حتبتدي تقولك أحقن أو الكابوتوكس فيلر بتاع ده لا ما كانش فيه كده خالص ده حاجة جديدة جدت إيه هي؟ عمليات تكميم المعدة أو عمليات أو حتى وسائل الرجيم القاسي حتى الحقن الجديدة اللي أنا دايماً أقول أو أنصح أقول إنها تحت إشراف الطبيب الجوليطايل دي تحت اللي هي حقن اللي عاملة زي الإنسولين تحت إشراف طبيب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر